بسم الله الرحمن الرحيم وأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام علمنا أننا نعمل الخير مهما كان صغير لما قال لا تحقرنا من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلئ أعتقد أن تفكرك بمعلومة كمان أننا لو وقت ما كنت في دفعتي عادي جدا يعني وقت ما أنا كنت بدرس المسكولاسكليتال شرحت بعض الحاجات لدفعتي في الأناتومي هتحتاج تسمعها لأن المصادر بعضها بيكون شريحة بشكل مختلف عن الكتاب فأنا شرحتها بشكل زي الكتاب بالضبط هسيب لك اللينك بتاع في الدسكريبشن كذلك منعج الفيسيولوجي كاملا أصلا أنا كنت أشرحه وقت دفعتي بس بشكل مختصر عن كده وشكل عشوائي عن كده يعني شوية فبرضو إن كنت محتاج تسمع بشكل مختصر أكتر أو عشان توفر على نفسك وقت أكتر لو أنت مزنوق في الامتحان أو كده أو عشان تراجح حتى فاسمعه هسيب لك اللينك بتاعه في الدسكريبشن برضو لكن إن كنت لسه بدأ المديول لو معك وقت يعني الحمد لله فأفضل أنت تسمع الشرح دوت يعني طيب المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الايه وكل الحاجات اللي هي علاقة بي اليانيا مفيش قاعدة يعني المرات دي كانت فاكن لما حكينا إن وقت بتاعته النرف بيحصل أربعة احنا تكلمنا عن احنا تكلمنا عن وهنتكلم دلوقتي عن مين عن يعني لم أنت بتعمل النرف سواء النرف أو المصل يعني يعني لما يديني يديني رسبونس مصبوط مصبوط أثناء قابلية أو قدرته أنه هو يديني ريسبونس بتتغير بتزيد وتقل وهكذا يعني فإحنا جايين ندرس إيه إيه هي اللي بتحصل في النرف أثناء الإيه تمام ما علي المهم يعني كلمة نفسها معناها إيه يقولك قدرة النرف أنه هو يدي والاستيملس عبارة عن إلكتريكال، ميكانيكال، كيميكال، ثيرمل زي الهيت لما تلمس حاجة سخنة ميكانيكال لما تلمس حاجة عموما بتحس إزاي طيب يعني يعني قادر أنه هو يستيميلات النرف إزاي قدرة أنه هو يستيميلات النرف بتعتمد على إيه بتعتمد على حاجة اسمها الريت الريت أوف أبليكيشن يعني بتدي النرف ده كيميستيميلس في الثاني وبتعتمد على حاجة اسمها اللي هو قوة الستيميلس ده كان بولت وبتقعده على النرف الدقيق يعني إيه يعني ممكن نجيب النرف كده مثلا ألسعه واجري تمام؟ ممكن ألسعه واستنى دقيقة والتانية طبعا مش بالدقيق يعني بس بسماعين بس هيه ممكن نديله أديله فترة أطول صح؟ وممكن نديله فترة أطول وقته تمام؟ فهو الديوريشن اللي أنت بتقعدها للستيميلس على النرف دي برضو بتأثر على بتاعت الاستيميلس بتخلي الاستيميلس يأما يأكسايت النرف أو ما يعملوش تمام؟ كذلك بتاعت النرف طيب الريت أوف أبليكيشن يعني إيه ديتو في أبليكيشن؟ يعني هل أنا جبت النرف كده لسعته فجأة وحصل ولا أن أنا لسعته لسعة صغيرة ثم لسعة أكبر ثم لسعة أكبر ثم لسعة كبيرة خالص تفرق تفرق إزاي؟ أنت لو جيت عملت كده بيقول لك إيه؟ لو أنت جيت كهربت النرف بشكل مفاجئ بيقول لك أنه يعني إيه؟ يعني أنت جبت النرف لسعته مرة واحدة كده بستة ميلي فولت ده هيديك ريسبونس أحلى من أنك تعمل إيه؟ تكون مشغل الكرنت على واحد بعكاة تنين بعكاة تلاتة بعكاة أربعة دوت بيقول لك أنه مش إفكتف ليه بقى مش إفكتف؟ تعال نقر بيقول لك معناها تكيف يعني إيه تكيف؟ يعني بمعنى أصح النرف خد على الوضع طب ليه خد على الوضع؟ تعال أقول لك أفصرها لك رجب أنها مش مفصرها لو أنت مش من عشاق أن أنا أخرج برا الموضوع و أرجع تاني عشان تفهم جري الحتة دي مفيش مشكلة مش هتضف لك يعني بس عشان تكون فهم أنت لما بتدي استيملس لالنرد بيفتح الصودية من التشانلز صح؟ مضبوط لو الاستيملس ده صادن هيفتح الصودية من التشانلز كلها مرة واحدة تمام؟ ويعمل لك الايه؟ الريسبونس اللي هو الاكشن بتنشل لكن الاستيملس ده لو كان جريدول يعني ضعيف في الأول هيفتح شوية صودية من التشانلز وليلين صح؟ صح طب فتح شوية سوديا متشانلز الاستمنس نفسه ملحيش لسه يعمل اكشن بوتنشل ليه طرع عشان هو ضعيف في البداية مجلس جلد والبتزود اه يبقى هو في البداية كان ضعيف ملحيش ان هو يعمل اكشن بوتنشل صح يعني انت فتحت سوديا متشانلز بعضها بس لمفتوح وملحقوش يعملوا اكشن بوتنشل لما بتدي الكارنت انا قلت لك المحاضر اللي فاتت اللي اتنين بيفتحوا مع بعض السوديا متشانلز والبوتاسيا متشانلز بس البوتاسيا متشانلز ايه ابطأ حلو في الاكشن بوتنشل الطبيعي كانت السوديا متشانلز بتفتح واتدخل سوديا متشانلز كتير تعمل وبعدين تبقى تفتكرنا بقى البوتاسيا متشانلز وتقوم فتحه انما هنا عشان جراد والعشان بيكون ضعيف في البداية السوديا متشانلز هي بس اللي بتفتح تمام السوديا متشانلز والبوتاسيا متشانلز الاتنين بيفتحوا مع بعض تمام وعشان الستيملوس اصلا ضعيف فما بيديش الفرصة للسوديا متشانلز انها تعمل اكشن بوتنشل على العكس انه هو بيدي الفرصة للبوتاسيا متشانلز انها تلحق تفتح قبل ما السوديا متشانلز تعمل اكشن بوتنشل وصل لك يعني بيخلي السوديا متشانلز متعملش اكشن بوتنشل بتفتحها بس متعملش اكشن بوتنشل وبيبطأ شغلها تمام لحد ما البوتاسيا متشانلز تبدأ تفتح وتعمل ايه تعكس الافكت بتاع السوديا يعني تعكس الخروج بتاع الدخول بتاع السوديا البوتاسيا متشانلز تعكسه بخروج الايه البوتاسيا فما بيديش اي افكت ما بيديش اكشن ايه بوتانشل يا رب تكون اصلي طيب ده بالنسبة للريتوف ابليكيشن بالنسبة بقى للسترنجث والديوريشن بص السترنجث والديوريشن يعني قوة يعني قوة الاستيملس اللي هو كم ميلي فولت ويعني ديوريشن يعني انت حطيته على النرف قد ايه كام ثانية تمام دول بينهم علاقة عكسية دي حاجة بداية جدا يعني في حاجات كده اللي هو انا معتبر ان الفيسيوريشي بتاعت المسكولي بديهي طبعا لان من بديهي جدا ان كل ما كان السترنجث بتاعته اكتر كل ما كان العدد الفولتس بتاعه اعلى طبعا كل ما هو هيحتاج وقت قليل عشان يقعد على النرف يعمل صح يعني كل ما بتاعت الفولت تزيد كل ما الديوريشن اللي هيحتاجها هتقل دي حاجة بسيطة جدا تمام وهو ده معنى الجملة اللي ايه اللي هنا تمام طيب هندرس علاقتهم بعض عن طريق كيرف اسمه تمام تمام بس انا افضل ان نشرح على الكيرف بتاع الكتاب تمام الكيرف بتاع الكتاب في تفاصيل عن كده شوية طيب بصوا معنا اولا العلاقة ما بين بتاعت الستيميلوس والديوريشن عكسية بتلاقيها نازلة ايه عاملة كده زي ما انت شايف كده بالزبط تمام عاملة ايه عكسية طبعا العلاقة الطردية بتكون كده او حتى كده تمام ايا كان الموام من دي ايه هبقى عكسية شكلها شكل الكيرف كده صح هنقرأ الورق عشان بس ما تنتهش مني ركز معنا بس وهنبص على الورق مع بعضين شكلها زي ما انت شايف كيرف كده صح ليه مش شكلها كده ليه مش شكلها كده هتعرف دلوقتي بص فصالة بين عندنا هيفضل صلاته سانية انت متفق معايا ان كل ما يكون السترينجز بتاعت الستيميلوس اعلى كل ما الوقت اللي يحتاجه ايه اقل صح صح فلو جينا نبص هنا مثلا هنا كده على المحور الافقي ده على المحور الرأسي دوت قصدي السترينجز تمام وعلى المحور الافقي الديوريشن اللي هو بيحتاجه صح فلو جينا نجيب اعلى سترينجز اللي هي دي اعلى سترينجز اللي فوق دي هتبص تحت هتلاقيها بتحتاج ايه ديوريشن قليلة جدا صح ولا لأ نعم تلاقي بص ايه مفيش مفيش نقطة التقاء تانية غير النقطة دي تمام هنا اقل وقت النرف بيحتاجه تمام يبقى اول حاجة ان اقوى سترينجز او اعلى سترينجز بتحتاج ايه بتحتاج اقل وقت عندك مشكلة هنا لأ عندش مشكلة تمام اقل وقت بتحتاجه دوت عشان تستيميلات النرف هو ايه اللي بنرمزه بشكل تي حرف تي اللي هو المنمال تايم اوف استموليشن امتى بنعمل المنمال تايم اوف استموليشن امتى بنحتاجه ي unwilling جدا 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 عشان استمولات النرف لما تكون strength بتاعت stimulus عالية حالو ه memorial هدي نقطة كل ما بنزود قوة stimulus كل ما بيقل الوقت اللي هو محتاجه اعلى قوة لل stimulus بتجيب اقل وقت اللي هو المنمال طاني طيب اقل قوة لل stimulus هتجيب اعلى وقت مش هو نفس الكلمة بس بالعكس اقل قوة لل stimulus يعني اقل قوة لل stimulus يعني أقل قوة تقدر تعمل استيميوليشن للنرف اللي هي مين؟ اللي هي التراشلد مش احنا أخذنا أن التراشلد أو الريوبيز ده الأقل انتنستي أقدر استيميوليشن بها النرف اللي هو لو عملت له استيميوليشن بانتنستي أقل من كده مش هيستجيب لي مزبوط فبالتالي الريوبيز أو اللي هي التراشلد اللي هو أقل قوة هتستهلك معنا إيه؟ أعلى وقت صح؟ فين أقل قوة؟ نجد تبص كده تلاقي كيرف نازل كده فهنا دي أقل قوة هنا بالضبط كده هنا هنا كده هو أقل قوة بنحتاجها على الكيرف حلو؟ بتستهلك معنا أعلى وقت ممكن نحتاجه اللي هو الإيه؟ بنسميه اليوتيليزيشن تايم حلو الكلام؟ يبقى يو تي بترمز لليوتيليزيشن تايم إيه اليوتيليزيشن تايم ده؟ ده أعلى وقت النيرف بيحتاجه عشان يحصلوا استيميليشن لما أخبطوا بالريوبيز حلو الكلام؟ حلو الكلام تمام مجمل الموضوع إيه بقى؟ مجمل موضوع أن أنت كل ما بتزود القوة بتاعة الستيميلاس كل ما الوقت معك بيقل صح؟ كل ما بنزود القوة يعني كل ما نطلع فوق كل ما الوقت معنا بيقل يعني كل ما بنقرر نحية الشمال كده تمام؟ والعكس كل ما بتقلل بتاعة الزفت ده كل ما الوقت بيطول معك يعني بتروح نحية الايه؟ نحية الايمين كده عندك مشكلة؟ لا ما عندش مشكلة طيب أقل قوة ممكن تستميلات بيها النرف اللي هي الريو بيز اللي هي النقطة دي بيصادفها أعلى وقت ممكن ياخده الستيميلاس عشان يستميلات النرف اللي هو بنرمزه بحرف برمز تستميلات النرف تمام؟ بيصادفها أقل وقت بناخده عشان ايه؟ عشان نستميلات النرف اللي هو بيرمزه بحرف رقم ت أو رقم ت اللي هو الماني مال تايم حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ تعالي نقرأ الكلام مع بعضينا بيقول لك ايه؟ بص تعالي نركز على الجملة سيبك من كلمة دي بيقول لك ايه؟ ده ده كل ما يكون أعلى كل ما الكهرباء تكون أقوى ده 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 صح؟ كل ما نزود كل ما الوقت اللي بتستخدمه يقل بس ايه؟ ليه بقى عشان رقم أربعة تعالي بص معايا رقم أربعة كده عشان هنوصل لحاجة اسمها المنمال تايم اللي هو رمز الت بي بلو يعني تحتي نو كارنت ايفن سترونج كان اكسايد ده تيشو يعني ايه؟ يعني ده أقل وقت ممكن تكسايد بي ده تيشو يعني مهما زودت في بتاعة الستيميلس أعلى وأعلى وأعلى عمر اللي تيشو عمر النرف أو التيشو عموما ما هيستجيم في وقت أقل من الوقت ده تمام؟ عشان كده بيقول لك في حدود معينة كل ما تزود كل ما هيقيل للوقت أو اللي بيستهلكها لحد ما يوصل للايه؟ للمنمال تايم وهو يا دي الليمتس بتاعي جميل؟ جميل بيقول لك اللي هي على فكرة كلمة ريو يعني كهرباء بيز يعني أقل تمام؟ في فتكرة كده ريو بيز اللي هي أقل كهرباء تمام؟ بيقول لك يعني أقل من الريو بيز مش هتعمل مهما فضلت مثبت الكارنت على النرف مهما فضلت معرض النرف وانت بديله وانت بديله أقل من الريو بيز مش هيعملك تمام؟ عشان إنت إيه؟ بديله أقل من الريو بيز حلوى الكلام؟ عالوى الكلام مين النيوتاليزايزيشن تايم دوت؟ بيقول لك بيقول لك يعني الوقت اللي بيصاحب أقل قوة للكرينج يعني ما تدي النرف بأقل حاجة اللي هي الريو بيز هيعملك اكشن او هيعمل لك ريسبونز في وقت معين اللي هو وده اعلى وقت ممكن توسط تمام يا رب تكون الدنيا واضح طيب ليه عملنا بص معي قبل ما قولك ليه عملنا تعالى كده نبص عليه ولا نبص عليه ما عندنا نبصين تعالى نبص بقل لك ايه انت بتعرف من خلاله الاكسيتابلتي بتاعت النرف ازاي ان انت بتشوف النرف دوت احنا بنقرر نقطة نقطة معينة هو اسمه الاكسيتابلتي يعني ده بيقيس الاكسيتابلتي تشينجز تعالى وريك حاجة بص عند نقطة معينة هم حددوها وهقولك حددوها ليه قالك ايه قالك بص لو انت اديت الجسم الريو بيز او لو اديت النرف مثلا الريو بيز اللي هو محتاجها صح اللي هي مسلا اللي هي عنده هنا دي تمام دي الريو بيز تمام انت اديتو الريو بيز صح هيستجيب في وقت معين صح اللي هو الايه مزبوط الكلام اهو وده اعلى طايم ممكن نفسد صح صح طيب لو انا جبت النرف وديتو الريو بيز وطلع بتاعه طلع بتاعه مثلا اه تلاتة ميلي ساكن انا بدي مثال اي كلام ماشي تلاتة ميلي ساكند حلو وجبت النرف تاني وديتو الريو بيز وطلع بتاعه اتنين ميلي ساكند تقدر تقول لي كده مين فيهم احسن مين فيهم مور مين فيهم بيز تجيب اسرع اكيد بتاعه صح صح من هنا جاء مبدأ اننا نقدر نقارن ما بين نرف ونرف نقدر نقارن ما بين بتاعت النرف ده والديكسيطابليت بتاعت النرف ده او انا جبت نرف كده معين تمام? فحلات مختلفة يعني جبت النرف مسلا هو سليم لقتك بتاعته حاجة معينة او لقتك بتاعه حاجة معينة تلاتة مسلا ومتجت قطعagnych عملت له تتمام? فلاقيت بتاعته قلت يعني يعني بقى بيحتاج وقت اكتر تمام? بيحتاج بتاعه احساب أعلى. حلو? فكده ده معنا ان انا بقارن contrast and بس هل هم بيعملوا اللي انا حكيته ده لا هم لإيه مش بيستخدموا الريوبيز يعني ما بيجيبش النرف مثلا ويديله الريوبيز بتاعته لا ده بيدوه ضعف الريوبيز يعني لو الريوبيز بتاعته 3 ميلي فولت بيدوه 6 ميلي فولت تمام ويشوفوا الوقت اللي هتاخده ضعف الريوبيز عشان تأكسايت النرف اللي هم بيسموه الكروناكسي كلمة كروناكسي كرون جاي من كلمة كرونك يعني وقت هلو الكلام فكروناكسي ده الوقت اللي بتاخده قوته ضعف الريوبيز عشان تأكسايت النرف بدل ما كنا بناخد الوقت اللي بتاخده الريوبيز اللي هو الريوبيز اللي هو الطويل دوت لأ بقنا بناخد الوقت اللي بتاخده ضعف الريوبيز طب نسأل سؤال طب ليه ما ناخدش الريوبيز لسببين اول سبب ان الريوبيز طويل تمام فمش حاجة عملية بس دي مش حاجة حقيقية ليه لان دي كل احنا متكلم في اجزاء من الثاني يعني كمان ففكك من اول سبب السبب الاهم النيرو ما نيجي نستميليت مثلا لو انت مثلا في معمل وعايز تعمل التست ده ده هيشيل جلدك هيطالك جلدك عشان يشوف النيرو ولا هيستميليت النيرو من على الجلد هيستميليت النيرو من على الجلد لو انت اديت الريو بيز او لو جابت سلك كهرباء فيه اتنين ميلي فولت مسلا عشان ديك الريو بيز عبال ما يوصل لما طبعا هيقوم بقى الاسكن في مقاومة والتيشوز اللي تحت الاسكن فيها مقاومة تمام فعبال ما يوصل للنيرو هيكون الريو بيز دي ده شملت فمش هيعمل اصلا للنيرو على العكس لو اديت ضعف الريو بيز انت كده هتضمن على الاقل ان ايه فيه كارة انت هيوصل للايه للنيرو صح صح فعشان كده بيستخدموا الضعف الريو بيز والطايم اللي بتاخده عظيم عظيم طيب فبيقول لك ايه ان انت بتكمبير بتوين الاكسايتابلتي بتاعت بتاعت ديفرنت تيشوز under different conditions تمام يعني عما النيرو ونيرو تاني او نيرو وماصل تاني او هكذا يعني والاكسايتابلتي بتاعت نفس التيشو under different conditions تمام صحيح بيلك ايه كمبيرنج ازاي هنقارن بقى بي تشوزن وان بوينت ان دي كير كولد الكروناكسي او الطايم فاكتور الكروناكسي ده ايه بقى بيلك ضعف الريو بيز تمام التايم اللي بياخده ضعف الريو بيز عشان كل ما كان الكروناكسي ده اقل كل ما كانت بتاعت النيرف دي بتاعت النيرف ده او بتاعت التيشو ده اعلى تمام فيما يعني ايه فيما يعني انه هو احتاج وقت قليل عشان نعمل الستيمليش وصلت يا رب تكون وصلت طيب نوت ذات بيقول لك ايه this peculiarities of the strength duration curve are common to all tissues يعني اي تيشو الخصائص دي كلمة معناها خصائص تمام اي تيشو هتلاقي فيه اللي strength with duration بتاعت الاستيمليش اليوم علاقة عكسي مش حاجة خاصة بالنيرف يعني تمام بيقول لك the only difference is the magnitude of the units of current and the time is needed and the time needed تمام لكن بيختلفوا في الارقاء the more excitable the tissue the less are the intensities and the ureations كل ما كان التيشو excitable كل ما هتحتاج intensity اقل كل ما هتحتاج كهرباء اقل عشان تعمل له استيمليش كل ما هتحتاج طاقة اقل عشان تصحيه تمام وكل ما هياخد وقت معاك ايه اقل تمام تمام تاني جزة المحاضرة خفيف وسهل وانصحك وانت بتذكره ذكر من يعني حاول تلخصه بجد لان هو كله رغي على الفاضل تمام ومثل الفيسيولوجي بتاعت الموديل ده ان كلها حرفيا فيه ويعني ما فيهاش مجال للحفظ يعني طيب يعني ايه يعني فكتور حاجة تزود او حاجة تقلل طب واحنا بتحكم في ازاي يعني ايه اخذ مرة يعني قدرة ان هو يستجيب كل مكان النرف ده بيحتاج كهرباء قليلة وقت قليل عشان يستجيب كل ما نقول عليه مور اكسايتابل طب هو النرفي بيستجيب ازاي بالاكشن بوتنشل طب الاكشن بوتنشل بيبدأ بايه بدخول السوديم السوديم انفلاكس يبقى الحاجة اللي تزود السوديم انفلاكس تزود الحاجة اللي تقلل السوديم انفلاكس تقلل طب اشمعنا السوديم لان ان انت سهلت دخول السوديم هتسهل الوصول اللي هي نقطة اللاعو ده اللي هو اول ما توصل لها هتعمل اكشن بوتنشل رصبا عن عينك وعين اللي خلي فوق كان نرفي يعني انت انت عزيزي يعني حدث على حرك ده ترجل محترم ماشي فالفاكتورز اللي هتزود دخول السوديم هنعتبرها بتزود دخول السوديم والعكس عندنا وكيميكال فاكتورز وفيزيكال فاكتورز ماشي تعال ندرس واحدة واحدة منهم الكنسانتريشن افصام ايونز مبدئين الكالسيوم وبلا جدال بص الكالسيوم بيقلل تمام بس خلاص يعني انت ترجم دمائك هتزود ده زاد الكالسيوم تقلل الكالسيوم تزيد تمام الاتنين الجايين اللي هو البوتاسيوم والصوديم عكسه تمام بس كده خلاص ليه بقى تعانفها المبدئين لما بنقول زاد او قل احنا بنتكلم عن الدم او في الاكسترا سيرلر فلود يعني ده النيرف اهوت مثلا الفايبر مثلا اهوت ففي اكسترا سيرلر فلود حواليه صح اللي هو اللي جاينه من البلود تمام فلما نقول زاد الكالسيوم فقصد زاد في البلود او الاكسترا سيرلر ايه فلود تمام مش قصدي جوه النيرف نفسه طيب تعال نشوف الكالسيوم بيعمل ايه او بص الكالسيوم بيقلل معناها ايه ايه؟ معناها ان الكالسيوم بيقلل دخول السوديم ده الايه؟ طيب ليه؟ حقين لسببين لو احنا عادين هنا ودي السوديم متشانل تمام؟ فالكالسيوم بيكون موجود هنا مثلا الكالسيوم اولا بوزيتف الكالسيوم بيكون حارس زي الجارد كده بتاع السوديم متشانل تمام؟ بيبطأ فتحها يعني ايه بيبطأ فتحها؟ يعني لو السوديم متشانل محتاجة استيملس مثلا اثنين ميلي فولت عشان تفتح بيخليها محتاجة اربعة تمام؟ بيزاود الكهرباء بيزغير الالكتريكال بتاعتها بحيث انها بتحتاج استيملس اقوى عشان ايه؟ عشان تفتح ده رقم واحد بيقلل بيقى رقم اثنين ان الكالسيوم نفسه الكالسيوم نفسه فبيعمل بيبعده عن ايه؟ عن الجيت عن فبيقلل دخول السوديم تمام؟ بس ده مجمع للموضوع يارب تكون فهمتم؟ مش هتحتاج انت تذكر كل ده تمام؟ بس تعاني بيقلك الجملة دي مهمة جدا على فكرة تمام بيقلك ان الكالسيوم القليل بيزود لما يقل الكالسيوم بيزيد والعكس طيب ليه؟ بيقلك انه بيقلل بيقلل لا لا نسيبك من كده بيقلك بيقلل 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 يعني بيقلل بيقلل بيزود اللي محتاجاها عشان تفتح فبيبطق دخول الايه؟ الصوديم هلو بكلام؟ هلو بكلام طيب بالنسبة للبوتاسيوم البوتاسيوم بص اهو البوتاسيوم بقى والصوديم البوتاسيوم بيزودها تمام؟ والصوديم بي ايه؟ بيزودها خلاص يبقى اللي بيقللها مين؟ الكالسيوم وعشان هو بيقللها الوحيد اللي هو بيفرض سيطرته عليها فسخلوه هو اهم ايه؟ اهم عيون بتحكم فيها يعني بصمه جاي طب ليه البوتاسيوم؟ ليه البوتاسيوم بيزود الاكسايتابلاتي؟ ركز معاك احنا بنتكلم في زيادة البوتاسيوم لما يزيد تمام؟ في الدم حلو؟ او في الاكسرا سيردر فليوت نفترض ده السلممبرين البوتاسيوم بره كتير حلو؟ حلو ده هيمنع مزيد من البوتاسيوم ان هو يخرج ليه؟ لان هيقلل فرق التركيز بذل ما كان لتفرق التركيز هنا مثلا فيه بتاسيومية واحدة وهنا فيه 30 لا بها هنا مثلا فيه 10 وهنا فيه 30 فطبيعي كمية البوتاسيوم اللي كانت ماشي ما علينا فطبيعي كمية البوتاسيوم اللي كانت بتحرك من هنا لاهنا هتقل تمام؟ تمام طب، ويهي المشكلة؟ المشكله ان لما البوتاسيوم خروجه لبرة يقل ايهيه هيحصل؟ البوتاسيوم هيقعد جوه فده معناه زيادة في البوزيتف شارج اللي هتقعد جوه صح؟ صح فده معناه ان الانر ممبرين بدل ماهو كان سالب سبعين هيفضل ايه البوزيتيفتي بتاعته تزيد ويقرب اكتر من مين من الفايرنج ليبل تمام وطالما انت قريب من الفايرنج ليبل طالما انت هنا بمعنى صح تخيل كده انت هنا الكرة انت بتحتاج مثلا عشان تعمل استيميليشن بيحتاج تزوء الكرة ديت من هنا تطلعها للفايرنج ليبل وبس وانس ان انت حطيتها على الفايرنج ليبل هتنزل لوحدها حلو فوجود البوتاسيوم بكثرة برا هيخلي البوتاسيوم يفضل قاعد جوه هيخلي فيه بوزيتف اتشارج اعلى تمام هتقرب الكرة من الفايرنج ليبل هنا هو فمش هتحتاج غير مجود صغير ان انت بس تطلعها فوق شوية وهي تنزل لوحدها تمام والعكس لو البوتاسيوم قليل برا في الدم كمية البوتاسيوم اللي هتخرج هتبقى اعلى فبالتالي الانر ممبرين هيفقد بوزيتف اكتر فبالتالي النجاتيفتي بتاعته هتزيل فهيبعد عن الفايرنج ليبل تمام هو ده الكلام اللي مكتوب هنا بالضبط هاي بوتاسيوم آيونس كونسنتراتيشن في الاكسترسيلر فلوود بيزود الاكسيطابيليتي بيقلل الريستيوم ممبرين بتنشيال يعني بيخليه قرب الفايرنج ليبل بيطلع فوق شوية بقى العكس اللي هو بوتاسيوم آيونس كونسنتراتيشن في الاكسترسيلر فلوود بيقلل ليه عشان هو هيعمل هايبر بولارايزيشن اللي هو ازاي اللي هو البوتاسيوم آينس هتخرج بره كتير بسرعة لان البوتاسيوم بره الخلية قليل هنا قليل فهاتطر يخرجه بره حسب تركزهم تمام فايه هيعمله هايبر بولارايزيشن يعني يخله الانر ممبرين يفقد بوزيتف كتير طيب بالنسبة للسوديوم حدس والاحارك ده انت جايب بابا الليلة يعني انت عايز تقول اللي احنا عشان نتحكم في الاكسترسيلر نتحكم في السوديوم طب السوديوم نفسه يعمل ايه والله السوديوم لو كتير بره يبقى اول ما تفتح اي تشانل هتلاقي السوديوم فينط على جوعة وطول صح هيدخل اسرع فبالتالي زيادة السوديوم بره تزود الايه الاكسترسيلر والعكس دي كانت الكونسنتريشن بتاعة الايونز كالسيوم بوتاسيوم صوديوم الكالسيوم هو اللي بيقللها والباقي بيزودوها عشان كده خلوه هو المست امبورتال اول حاجة البروكاين او النوفوكاين دول لوكال اناستيكس يعني ايه اللي هما المخدر ادوات التخدير ادوات التخدير بتقلل الاكسترسيلر بتاعت النوربس ليه عشان انت متحسش لو انا بديتك مثلا بخيات لك جرح تمام وديتك ادات تخدير انت اصلا ليه بتحس بالوجع عشان لما انا بلمسك تمام لما بلمس الجرح مثلا فبي يكون في بين ريسيبتورز بيحصل فيها اكشن بوتينشل وبتنتقل عن طريق النرف للسنتر النرف السيستم فتحس بالوجع طب لو انا جيت على النرفس دي او السنسوري نرفس دي قللت بتاعها يعني اي قللت بتاعتها يعني خلتها ما تحسش قوي بالوجع خلتها محتاجة بص محتاجة حد يجي يدعز ايدك بشنيور عشان تبدأ تحس بالوجع ساعتها انت ايه مش هتحس بالوجع ما هو ده الايه الايه الاناثاتيك الاناثاتيك بيشتغل كده تبقى بيقولك انها بتشتغل دائريق ليه على السوديامتشانل ميكينغ دي مور ديفكل تو اوبن حلل طيب عاجز تزود نقطة كده موجودة في الكتاب انها بتشتغل على الاكتيفاشن جيت المعاش انتك ضعيف زي ما قلت لكم يعني فانه مش مهمة بتشتغل على الاكتيفاشن جيت بتاعت السوديامتشانل السوديامتشانل ليه بواق ايضا بطين اكتفاوشن جيت واكتفاوشن جيت قلتها بلي كده وكمان شوية هي ترحوم بالتفصيل فاهم امرك بالتفصيل تمام ستسباش الاحديسة نقص الاكسوجين بيقالل وزيادة الكربون ديوكسيل بيزود دي حاجات بديهية يعني تحس الكلام بديه شوية طيب الهايدروجين اينز او يعني الاسيدة يعني تمام كل ما تزيد الهايدروجين اينز كل ما تزود الاكسيتابلليتي والعكس في ال� essen eth 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 طيب. بقى لك. كل اللي احنا ذكرنا الفو بنسميه بممبريين استبلايزر. حلو كده. بنسميه بممبريين استبلايزر. يعني بيتثبت الممبريين عند ايه? عند حد. ما بتخلهوش ايه? يستجيب كتير او ما بتخلهوش يبقى ايه? المهم. الفيزيكال فاكتورز زي الحرارة او الميكانيكال زي البريشر تبام? قل لي الحرارة بتعمل اي? بتسرع اي حاجة. الحرارة بتسرع اي تفاعل? بتسرع اي حركة? بتعمل اي حاجة. حلو? فبالتالي كل ما بتسخن الحاجة كل ما بتسخن النرف او تحطه بدرجة حرارة اعلى كل ما بتاعته هتزيد. على عكس لما بتعمله كولينج او بتقلل درجة حرارته بيحصل العكس. حتى لو فاك انت لبسلا لو في حاجة بتوجعك ولا حاجة بحد يقولك حط عليها تلجة. نفس الفكرة. البريشر بقى. البريشر بيقلل بتاعت النرف. حتى برضو حتى برضو لما مسلا حتى توجعك او تدخلص حاجة بتدعكها. صح? عشان دي بتأتيفات سام باثويز. الباثويز دي بتقلل للايه? تمام? فده اللي بيعمله البريشر بيقلل بتاعت النرف. تمام? وفي بعض الاقاويل بتقولك انت لما تدوس على النرف بتاعت نرف بلوك. يعني ايه كلمة نرف بلوك? يقولك كلمة نرف بلوك دي. مش قادر تجينريت اكشن بوتنشل نقطة معينة ولا حتى قادر ان انت تعمله اللي هو تنقله تمام الكلام? فالي الركوندكشن of the nerve impulse from one place to another or loss of of the nerve. فايبر مع loss of يعني انت مش قادر انت تعمله ايه? اه استميليش. تمام? there is no generation or propagation of the nerve impulse. تمام? تمام. الله حلا المنتظر بقى. هي دي حرفيا اللي انا هتكلم عنها الاكشن بوتنشل. الاكشن بوتنشل. تمام? اللي بيسموها الفيزيس of الاكشن بوتنشل. او ريفركتوري بيريد. معناها ايه? نفهم معناها الاول. معناها ان اثناء الاكشن بوتنشل ما النيرف أسناء الـ Action Potential يمر بمرحلتين مرحلة اسمها الـ Absolute Refractory Period ومرحلة اسمها Relative Refractory Period تعالش حملك كده على الرسمة ويعني ايه برك الله ولكم أول مرحلة اللي اسمها هنا بداية الـ Action Potential تمام فأول مرحلة اللي اسمها الـ Absolute Refractory Period الـ Absolute Refractory Period دي مرحلة تمتد من كل الـ Ascending Limb تمام لحد أول تلت من الـ Descending Limb يعني كل الـ Ascending Limb وأول تلت من الـ Descending Limb دول بينتمون لمرحلة اسمها الـ Absolute Refractory Period يعني ايه Absolute Refractory Period يعني حرفياً Refractory كلمة Refractory يعني مفيش يعني لا فالـ Absolute Refractory Period دي المرحلة ان الـ Nerve فيها ما بيستجبش أبداً لأي Stimulation مش هيستجيب أبداً لأي Stimulation تدهوله طول ما الـ Nerve في خلال الـ Ascending Limb وأول تلت من الـ Descending Limb انسى أياً كان الـ Ascending Limb اللي هدهوله أياً كان قوته أياً كان أي حاجة عمره ما إيه ما هيعمل أو هيدي الـ Nerve عمره ما هيدي الـ Response تمام؟ بقيت بقى Descending Limb ده تبع حاجة اسمها الـ Relative Refractory Period هنا الـ Excitability بتبدأ ترجع يعني ايه بتبدأ ترجع؟ يعني بتبدأ الـ Nerve ممكن تديله Stimulus عشان تخليه يعمل Action Potential بس هتحتاج أنت تزوق زق 2-3-4 كمان يعني محتاج Stimulus أقوى تمام؟ عشان تعمل نفس Action Potential تمام؟ الـ Excitability بتكون قليلة بس بايه؟ بترجع تاني نسأل سؤال ليه؟ ده اللي عايز يفهم تمام؟ الـ D-2-3 الجايين دول اللي عايز يفهم ليه كده؟ تمام؟ خلاص خطت المعلومة لو يعني عايز تجري الفيديو تجري مش مشكلة مش هيفوتك حاجة يعني ليه بقى؟ عقول لك انا أولا في بداية الـ Accent Potential الـ Accent Limb الـ Accent Channels بتفتح صح؟ الـ Accent Limb الـ Accent Channels بتفتح كلها من بعد كل الـ Accent Channels بتفتح طيب هو أنت هو أنت هتدي Stimulus لمن عشان يفتح؟ عشان يعمل Action Potential جديد؟ مين هيستجيب لك؟ إذا كان كل الـ Accent Channels فتحها؟ مفيش حاجة؟ يعني مهما أنت تدودت مش هيفتح؟ مفيش Stimulus جديدة تفتحها فبالتالي أي Stimulus هتديه؟ مش هيكون ليه أي معنى أعلم في المتبلم مفيش أي رد، ليه؟ لأنه مفيش حاجة جديدة نعملها أوه ده آخرنا يا باشا، فتحنا كل Stimulus فبالتالي أي رد أسنال أي Stimulus أسنال مش هيحقق أي حاجة تمام؟ طب هتيجي تقول لي بطل نظب هقول لك ليه بطل نظب؟ طب ما هو، اللي ما بيستجيبش فيها دي بطل ده بتشمل أول تلت من الـ صح؟ أول تلت، اللي هو أقول لك صح؟ طب إزاي بقى ما؟ دي أصلا بيكون فيها Stimulus قفلة؟ هقول لك أنا بعد قصة طويلة شوي بس ما عايش استحمله بص يا غادي، الصدية قفلة عاملة كده عندها بوابتين، بوابة من بره، تمام؟ وبوابة من جوه البوابة اللي من بره دي اللي اسمها الـ عندك مشكلة؟ ما عندش مشكلة وقت الرست، وقت الرست، وقت الرست دي حالة الرست، اللي هي أول واحدة دي حالة الرست، اللي هي ايه؟ بتكون البوابة اللي بره، عشان الصدية مبره أصلا، مبر الخلية، ده ما كانت طبيعي البوابة اللي بره بتكون هي اللي قفلة، وبوابة اللي جوه بتكون هي اللي فتحة اللي هي الـ بجد فتحة. اول ما بتدي استيميليشن ايه اللي بيحصل? بيحصل حاجة اول حاجة ان البوابة اللي برا دي بتبدأ تفتح. وفي نفس الوقت البوابة اللي جوه دي بتبدأ تقفل. تمام الكلام? بس خلينا رسمنا مفتوحة. تمام? يبقى اول ما بتعمل استيميليشن البوابة اللي برا بتبدأ تفتح والبوابة اللي جوه بتقفل. بتبدأ تقفل. حلو? مين اسرع? البوابة اللي برا. البوابة اللي برا بتفتح بسرعة جدا. فكمية من الصوديوم تدخل. الكمية دي كافية انها تعملك الـ اكشن بوتنشيل. تمام؟ تمام. الكمية من الصوديوم اللي دخلت من الفتحة السريعة دي يعني اول ما عمنا استيميليشن اللي اتنين بدأوا يفتحوا. حلو? مين فتح بسرعة جدا؟ اناسف. البوابة اللي برا بدأت تفتح تمام واللي جوا بدأت تقفل مين فتح بسرعة جدا البوابة اللي برا اسرع من بتاع البوابة اللي جوا حلو فلما فتحت بسرعة جدا سمحت لكميات من الصودية منها تدخل تعمل لك لحد ما توصل لخمسة وتلاتين تمام اول ما وصلت الخمسة وتلاتين ايه اللي حصل البوابة ايه اللي جوا كانت قفلت خلاص والبوابة اللي برا فضلت لسه ايه مفتوح عشان كده لما جينا نتكلم في الاكشن بوتينشال قلت لك اننا وصلنا الخمسة وتلاتين l in activation gates افلت كان قصده الي جواaud كده هو قالك ال in activation gate قالك البوابة اللي جواها هي اللي افلت وقدت ما وصلنا لخمسة وتلاتين حلو حلو يبقى احنا كده فهمنا نقطة فهمنا يعني ايه قال ان ال in activation gate هي اللي افلت مش او ما قالش ال gate عموما لان بوابت ان الصودية متشنل لها تو جيتس حلو تحلو يبقى احنا هنا وقفين عندي خمسة وثلاثين الايه الاكتيفاشن جيت فتحة والاين اكتيفاشن جيت هي اللي قفلت حلو الكلام حلو الكلام طيب ليه بقى اول تلت من ماينفعش ردي فيه اي استيملس برضو هقول لك ليه لان اول تلت بيكون البوابة بالشكل ده الاكتيفاشن جيت قفلة والاكتيفاشن جيت فتحة فلو انت اديت استيملس الاين اكتيفاشن جدي مش هتفتح ليه يا ترى لان عشان السودية متشانل تفتح لازم تكون في وضع الرست اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية لازم تكون في ايه في وضع الرست ده لازم ترجع بالشكل ده اللي هو ايه اللي هو الاكتيفاشن جيت قفلة والاين اكتيفاشن جيت هي اللي فتحة طبعا وعشان ترجع يعني بترجع امتى بقى للوضع ده بعد اول تلت من بتبدأ ترجع للوضع اللي هو بتاع الايه بتاع الرست اللي ايه اكتيفاشن جيت تفتح والاكتيفاشن جيت تقفل ساعتها بس ساعتها بس تقدر انت تعمل لها ايه استيميليشن وتفتحها مرة تانية عشان كده اول تلت من ما نقدرش ان انا ايه نعمل في استيميليشن وبعدين بقى بقيت استيميليشن اسمها الريلاتف رفلكتوري بيريود بيكون الساودية متشانلز عملت ترجع للرست بالتدريج فكل ما تدي استيميليشن كل ما كان اقوى كل ما يديك رسبونس اعلى وهكذا دي قصة الايه يا رب ما كنتش طولت عليك بس ويكون زيه تمني وعاستي في الفيديو وقرفت من حليل تعالى كده نستقنف الكلام ونشوف المقارنة البسيطة دي aters بالنسبة لالكسيطابيليتي هنا، الفيديو مفيش حالي تماما انسى ان انتهت استيميليشن هنا بيقولك انها عليكتا عارس بس وليريد مثلاون من النورمال يعني انك اقل من النورمل يعني انت محتاج بها للتق Johan تمام هنا مهما كانت قوته ان هو يقدر يعمله تمام طيب هنا الامبلس اللي هتبقى جنريتد مفيش امبلس اصلا يعني مهما مفيش استيميلس هيعمله يبقى مفيش امبلس هيبقى جنريتد هنا الدنيا قليلة خالص الدنيا بتشميلها خالص تمام تمام دي بتبقى امتى دي بقولك بتاعت الاسندينج لمب نعلمش ناسف الاسندينج لمب والابر هاف او الابر ثيرد بتاعت الاسندينج لمب هنا ده ميدل ثيرد تمام دي بتاعتها على الفكرة هوا مش الميدل ثيرد هي الريمين يعني باقي باقي تمام مافيش اي مشكلة وبس دي كانت محاضرة النهاردة يا رب ما تكونش طويلة يا رب ما تكونش زهقتك يا رب ما تكونش مليت صوتي يا رب تكون بخير بعد كل اللي احنا قلنا ده النهاردة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة